ستكتفي الطفلة دينا بارتداء فستانها القديم هذا العيد وسط جموع من أسرتها النازحة في عزلة كريش الذين اتخذوا مدرسة الربوع الخيرية شرق مديرية القبيطة بمحافظة لحج مسكنا لهم هذه الأسرة ليست سوى واحدة من آلاف الأسر الهاربة من المعارك الدائرة في محيط المديرية وبعض أجزاء من مناطقها نريد شم أو طعم العودة إلى منازلنا بعد هذه الشتاعة التي استمرت إلى الثلاثة عوام لا نسمع لقوارح يا مدفع يا كاتوشة عام ثالث منذ أن غادروا منازلهم وقراءهم مجبرين على تركها قسرا إثر حرب صدرتها لهم ميليشيا الحوث والمخلوع لتسجل في تاريخهم رحلة عذابات يومية فقدوا خلالها أشياءهم وممتلكاتهم بل وحتى أبسط مقومات العيش للعام الثالث على التوالي وأبناء كريش عيشون في مخيمات النزوح ما يقارب من ثلاثة ألف أسرة نازحة في كريش بسبب الحرب الدائرة والآن أغلب الأسر عن طالب منظمات الإغاثة بالوصول إلى هذه المناطق ونطالب منظمات الصحة العالمية بالعلاق المجاني نحو ثلاثة آلاف أسرة نازحة يتوزعون في عدد من المناطق والمديريات يأتي في مقدمتها منطقة ربوع القبيطة والأعشار والعند وصبر حيث يقضي غالبيتهم في المدارس والمخيمات في مسلسل النزوح الطويل للعيد الثالثة نحن في مدرسة الربوع الخيري نريد العودة إلى منازلنا أصبحنا على هذه المجتمع في الربوع على هذه المدرسة عيالهم بدون تدريس وعيالنا بدون تدريس فيما تتوالى الأعداد والمناسبات عليهم ويغيب دور الحكومة الشرعية والمنظمات الإنسانية والإغاثية لتفقدهم وتلمس أوضاعهم المعيشية الصعبة بعد أن حرموا من حق العودة إلى منازلهم للعيش فيها وقضاء طقوس العيد استمرار النزوح بالنسبة لهؤلاء المواطنين يعني مزيدا من الحرمان من الخدمات الأساسية كالمياه والأدوية وشبكة الكهرباء خصوصا بعد أن فقد كثيرون منتلكاتهم جراء حرب ميليشيا الحوث والمخلوع التي هاجمت مناطقهم وشردتهم ترجمة نانسي قنقر